موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة أخضار الثالثة والنصف من قناة السعودية أهلا بكم والبداية بالعنوية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العاج هنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده موسيقى قوات التحالف في اليمن تعلن زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود بشكل مستقل موسيقى الأرصاد تتوقع استمرار الأمطار الغزيرة على معظم مناطق المملكة والدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أندغي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده وأعرب الملك المفدى باسمه واسمه شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمديات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية بولندا صديق التراد التقدمي والازدهار كما بعث صاحب الصمو الملكي لامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة الرئيس أندغي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده انطلاقا من جهود المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن للعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف مؤخرا من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جوا بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن وفي ضوء ذلك وبالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جوا في العمليات الجارية في اليمن كما تعبر قيادة التحالف عن أملها بأن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بما يساهم بوقف الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوث المدعومة من إيران على الشعب اليمني الشقيق ودول المنطقة بما في ذلك التهديدات التي تشكلها الصواريخ الباليستية والطائرات دون طير وفي تقريرها لهذا اليوم توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح النشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مناطق الشرقية القصيم الرياض حائل الحدود الشمالية وأزاء من مناطق المدينة المنورة تابوك الجوف ونظراً لاحتمال هطول أمطار مصحوبة برياح تصل سرعتها لأكثر من خمسين كيلو متر بالساعة على مناطق حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية اعتباراً من عصر اليوم دعا الدفاع المدني الجميع للابتعاد عن الأودية ومجار السيول والأماكن المنخفضة واتباع تعليماته وإنشاداته في مثل هذه الحالات وللحديث أكثر عن الحالة المناخية في منطقة الرياض ينضم إلينا مباشرة من الرياض مراسل القناة السعودية الزميل صالح العمري مساء الخير صالح ليلة البارحة سجلت الرياض حالة مطرية غزيرة كيف تبدو الآن الحركة المرورية وكيف شاهدت العاصمة بعد ساعات من موجة الأمطار أعطنا الرؤية العامة لتقريرك حول هذه الحالة يأتي العامة طبعاً فعلاً مشاهدين الكرام من هذا الموقع وتحديداً من هنا من وادي حنيفة هذا المنتزى المميز الرائع الذي بدأ زوار هذا الموقع وهذا المنتزى بالتواجد والاستمتاع بالأجواء الجميلة جداً التي تشهدها مدينة الرياض العامة خلال هذه أليا مشاهدين الكرام فعلاً يمكن كما كانت في الأيام الماضية هطول لأمطار على منطقة الرياض وعلى مدن الرياض كما شاهدنا يوم أمس الجمعة أمطار الخير والبركة التي عمت مدينة الرياض طبعاً مشاهدين الكرام لو نتكلم عن الحالة الجوية لهذا اليوم على مدينة الرياض وعلى مملكة بشكل عام الرياض اليوم تقريباً السماء غائمة جزئياً وفي توقعات تقريباً أنه سيكون فيها بعض الأمطار على مدينة الرياض وعلى مكة المكرمة وعلى المدينة المنورة وعلى منطقة القصيم وغيرها اليوم نحن متوجهين من التلفزيون لحد ما وصلنا للموقع منتزها وادي حنيفة جميع الطرق التي كانت فيها بعض الاحتجازات اليوم الأمس في غرب الرياض والأماكن التي تم فيها بعض الاختناقات المرورية تم التعامل معها بشكل جداً مميز واليوم تحديداً كنا داخلين على هذا الموقع الذي كان يتابع الاحتجازات التي صارت في هذا المكان الذي تقريباً مخرج الإمام المسلم اليوم الطريق سالك بجهود جميع القطاعات الحكومية التي شاركت في إزالة بعض الناس التي علقت في هذا الموقع اليوم الطرق جميعاً في مدينة ترياض سالكة وبإذن الله أنه سيكون أهالي منطقة ترياض معودين بأجواء جميلة جداً ويمكن فقط تنبيه مشاهدين الكرام نتمنى من المواطنين الحرص على متابعة المواقع الرسمية مثل هذه الأمور مثل الهيئة العامة للأرصاد والبرامج المتعددة التي تكون فيها الجوالات علشان الشخص يحدد ويعرف اليوم إيش راح يكون فيه في الساعات القادمة يعني اللي أخذ الحيطة والحذر وهذا طبعاً جميع تنبيات الدفاع المدني والأهي العامة للأرصاد بتكون للمواطنين والتنبيه لك أنت كمواطن علشان تعرف الأماكن اللي فيها يعني أضرار أو فيها فرضاً أمطار غزيرة طبعاً هذه النقطة اللي أنا حبيت أركز عليها طبعاً هنا أنا أشوف الناس مستمتعة بهذا المكان السير اليوم الموجود في وادي حنيفة ما شاء الله تبارك الله من الصباح الباكر وهو لحد الآن يعني ما شاء الله تبارك الله في منظر جميل جداً مشاهدين الكرام أنا عندي أكثر وكثر بإذن الله عن التوقعات الجوية بإذن الله في الساعات القادمة سنوافيكم بالجديد بإذن الله من هذا الموقع ومن المواقع المختلفة في المملكة طبعاً هذا كل ما لدي في وادي حنيفة نعود إلى الزملاء تفضلوا الكريم لكم شكراً لزميل صالح العمري متحدثاً من منتزى وادي حنيفة في منطقة الرياض عن الأحوال الجوية هناك كما ينضم إلينا مشاهدين الكرام مباشرةً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في جدة مراسل قناة السعودية زميل عبدالله الأسمر أهلاً وسهلاً بك عبدالله محافظة جدة بلا شك شهدت خلال الأيام الماضية هطول أنطار من متوسطة إلى غزيرة الآن كيف تبدو أجواء المدينة وما هي أبرز التوقعات الهيئة للمملكة بشكل عام ولا جدة بشكل خاص نعم زميل يوسامة طبعاً شهدت محافظة جدة ومنطقة مكة بشكل عام العاصمة المقدسة ومحافظة الطايف والعديد من المدن الساحلية في هذه المنطقة أمطار غزيرة إلى مكوسطة هي متفاوتة ليست مستمرة ساعات الصباح الأولى كانت هناك أمطار على محافظة جدة ليلة الأمس كانت أيضاً هناك أمطار غزيرة جداً على العاصمة المقدسة ولله الحمد لجواء جميلة ولطيفة في جميع محافظات هذه المنطقة ولكن للحديث أكثر عن الحالة المدارية التي تعيشها مناطق المملكة بشكل عام والتي طبعاً من أكثر من أسبوع تستمر هذه الحالة بسبب التقاء مدار جوي أو منخفض جوي قادم من الشمال التقى مع منخفض جوي أيضاً قادم من الجنوب وهو منخفض السودان أدى إلى تكون السحب المنطرة في منطقة الرياضي وفي منطقة الشرقية وفي منطقة الشمالية ومنطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة وأجزاء من منطقة عسير هذه الحالة طبعاً شهد الجميع الأمطار لكن من المتوقع أن تستمر هذه الأمطار إلى حفر الباطن وعلى الحدود الشمالية ومنطقة الجوف أيضاً على منطقة القسيم ومنطقة الرياضي تحديداً وللحديث أكثر عن ماذا سيكون في هذه الليلة بإذن الله تعالى من أمطار ومن حالة جوية في مناطق المملكة المختلفة ينضم معي هنا من الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بهيئة الأرصاد العامة بمحافظة جدة الأستاذ أبو بكر باقازي وهو كبير محللين الأرصاد في هذه الإدارة حياك الله أستاذ أبو بكر لو تحدثنا عن الحالة الجوية المتوقعة لهذه الليلة على معظم مناطق المملكة هل هناك متوقعين أنطار ونسبة هذه الأنطار كم تتوقعونها؟ بمشاعة الله تعالى من صورة الأقمار الصناعية وصورة الرادار هناك زيادة في كتبة السحب على مناطق المملكة منطقة الرياض والشرقية والشمالية الشرقية والأجزاء الشمالية الغربية فهناك تتخللها سحب رعيدية فمشاعة الله نتوقع خلال الساعات القادمة زيادة السحب الرعيدية على منطقة الرياض والشرقية والقصيم وحايل والأجزاء الشمالية الشرقية حفر الباطن والقصومة والحدود الشمالية ومشاعة الله ستكون الأمطار بين متوسطة إلى غزيرة خاصة كلما اتجاهنا شمال الرياض ومنطقة القصيم والمناطق الشمالية من المنطقة الشرقية حفر الباطن والقصومة متوقعين منها متوقعين مشاهدة الأمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون غزاء كلما اتجاهنا شمالا من الرياض من المتوقع بإذن الله تعالى أن يوم الغد عودة الموظفين إلى أعمالهم عودة الطلاب إلى مدارسهم هل هناك تنبيهات معينة سوف تصدر من قبلكم أم أن الأمور إن شاء الله تكون مطمئنة للجميع من خلال قناة السعودية ماذا توجه رسالة للمواطنين؟ مشاهدة الله عن متابعة من صورة الأقمار والرادارات وتكونات السحب وإستار التنبيهات والتحذيرات اللازمة متابعة ساعية على رأس الساعة وخلال 24 ساعة متابعة متوقع بمشاهدة الله أن تستمر خلال ساعات الليل إلى صباح الغد وتقل احتمالية الأمطار صباح الغد على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية إن شاء الله تقل تدريجيا خلال صباح الغد ومشاهدة الله تنقشع السحب إن شاء الله على المناطق الشمالية المنطقة الشمالية الشرقية وإن شاء الله يكون هناك استقرار صباح الغد على أجواء منطقة الرياض وأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية يعني نطمن إن شاء الله تكون الحالة الجوية نهار الغد جيدة إن شاء الله الأستاذ أبو بكر باقازي كبير محللين بالإدارة العامة لتوقعات التحليل شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات شكرا لك طبعا سوف تستمر هذه الحالة المطارية للأسبوع القادم ولكن نود أن نذكر بأن المدن قد تكون فيها وسائل السلامة متوفرة ولكن لمن يغادر للبر تحديدا للتنزه هناك سيول جارفة قد تواجههم نود لفت انتباههم لأخذ الحيدة والحذر في هذه المواقع زميل عبدالله الأسمر مراسلنا في جدة شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم جادين الكرام نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل بهدف غرس قيم النجاح والتعاون في نفوس الأطفال وزارة الإعلام تطلق مسرحية ألف ليلة ونصف أهلا بكم من جديد رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان وفد المملكة المشاركة في الاجتماع الثامر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بدولة الكويت الشقيقة واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المالية والاقتصادية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس كما استعرض الاجتماع آخر للمستجدات التي طرأت على التعديلات على قانون الجمارك الموحد وانتهى الاجتماع بالعديد من القرارات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتذليل العقبات وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول المجلس ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك بلغ عدد تأشيرات موسم عام 1440 من الهجرة وحتى تاريخ 29 صفر أكثر من 998 ألف تأشيرة وبلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة أكثر من 294 ألف معتمر منهم 198 ألف في مكة المكرمة بينما يتواجد نحو 96 ألف في المدينة المنورة فيما سجلت أكثر الجنسيات قدوما الجنسية الباكستانية تليها الهندية ثم الأندونيسية جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي ويهدف المؤشر بشكل عام إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والبغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن للمعتمرين وزوار أسفرت الحملات الميدانية المشتركة حتى نهاية يوم الخميس الماضي لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط أكثر من مليوني مخالف للظام الإقامة والعمل وأمن الحدود وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة حوالي 35 ألف شخص 52% منهم يمنيو الجنسية و45% إثيوبيو الجنسية كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتستر عليهم الذين تم ضبطهم نحو 3000 شخص وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 833 مواطن كما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 300 ألف مخالف وترحيل أكثر من 500 ألف آخرين عرضت وزارة الإعلام ضمن فعالياتها الثقافية مسرحية ألف ليلة ونص للأطفال والتي استمرت على مدار يومين بمركز الملك فهد الثقافي وتركز على غرس قيم التعاون بين الأطفال التقرير التالي يحكي التفاصيل تم عرض المسرحية ألف ليلة ونص للأطفال على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بحضور عدد كبير من جمهور الأطفال ونسجت قصة من عالم الخيال إلى أرض الواقع المسرح هو أبو الفنون المسرح هو سقل الموهبة ولما يوظف أيضا لخدمة أحبابنا اللي هم الأطفال اللي يوظفون توظيف إيجابي لتقديم هذه الرسالة الثقافية أطفالنا ما شاء الله تبارك الله أقدم هذه المسرح تتكلم عن فكرة القراءة تواصل الجهات الرسمية عندنا مكتبة ملك عبدالعزيز وزارة الإعلام وزارة الثقافة مركز الملك فهد الثقافي تتفاعل كل هذه الجهات لتقديم هذا المنتج اللي نفتخر فيه بأيادة وطنية قاعدين نقول أنه شبابنا وبناتنا وأطفالنا عندهم الشيء كثيرين يقدمون تضمنت المسرحية غر سقية من نجاح والتعاون في نفوس الأطفال وتعزيز حب القراءة والإصرار على تحقيق الأهداف خاصة في ظل الاهتمام المتنامي بنشر القراءة بين عموم الأطفال وهو ما تسعى له المسرحية ضمن أهدافها التربوية لدورين الدور الأولي اللي أنا أبغى أسافر ويعني عندي أخو ما يحب يعني يدرس زي كذا وما يحب يقرأ فأنا يعني أقنع أحاول أقنعها أن يعني يذاكر ويدرس عشان نسافر والدور الثاني أني أصير مثلا يعني نصير ندخل في عالم الخيال يصير أنا حلم يصير مثلا أنا أصير أقرأ قصص للوالي صحيح أني دورين أول واحد أني أنا مهمل في البيت ما أحب ذاك كل شيء والدور الثاني أني أنا أكون السلطان أزعل من الحجمين كان ملحوظا تفاعل وحماس الأطفال مع أحداث المسرحية حيث تم طرح العديد من النصائح والتوجيهات بطريقة تجدب انتباه الطفل من خلال العرض المسرحي نجاح العقير الرياض قام فريق من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع ثلاثمائة وسبعين طنا من السلال الغذائية وخمسة آلاف حقيبة صحية وثلاثة آلاف وخمسمائة سلة إيوائية في مدينة بالو المنكوبة في جزيرة سلويسي الوسطى في أندونيسيا وذلك تخفيفا عن المنكوبين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة وخلف كارثة إنسانية تعيشها آلاف العائلات وتأتي هذه المساعدات في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لرفع معاناة المنكوبين والمتضررين في أنحاء العالم تمكن الجيش اليمني من تحرير مواقع استراتيجية وحيوية في الحديدة بعد معارك الضارية مع البليشيات الحوثية التي تكبدت على إثرها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد تسرعت أثيرة التقدم لجيش اليمني في جبهتي الحديدة وصعدة ذلك عقب الانهيارات الواسعة في صفوف الميليشيا الحوثية التي باتت عناصرها تلوذ بالفرار بشكل جماعي من جبهة القتال حيث تمكن الجيش في محافظة الحديدة من السيطرة على مستشفى 22 مايو أكبر مستشفيات الحديدة الذي تحصنت فيه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أنشرت فيه العشرات من مسلحيها وقناصيها وقال مسؤول في القوات الشرعية بأنه تم طرد عناصر الميليشيات من المنطقة بعد أن تكبدوا عشرات القتلى والجرحى مشيرا إلى أن الجيش اليمني على بعد كيلو مترات من معسكر الحوثيين الذي يعتبر المعقل الرئيسي لهم في الحديدة مؤكدا بأن تحرير المعسكر مسألة وقت وفي السياق ذاته نجحت فرق من وحدات الهندسة العسكرية من إبطال عشرات العبوات الناسفة كانت الميليشيات الإنقلابية قد زرعتها في الأحياء المحيطة بالمستشفى في محافظة صعد أعلن الجيش اليمني نجح عملياته العسكرية التي شنها ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة مران وقال مصدر ميداني بالجيش أن القوات فرضت حصارا محكما على المئات من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية في مواقع تمركزهم في جبهة مران مضيفا بأنه تم تحرير العديد من القرى والمرتفعات الاستراتيجية بأد الجيش اليمني في الجبهة التي شهدت مقتل أكثر من مئتي حوثي خلال الأيام الماضية يأتي ذلك بعد أن أكد قائد في الجيش اليمني بأن زعيم الحوثيين لا يزال محاصرا في معقله بمران ألم يتمكن من الفرار جراء حصار القوات الشرعية المحكمة للمنطقة إعلان تحرير اليمن بالكامل من الميليشيا الحوثية بات وشيقا في ظل هذه الانتصارات المتتالية والمتسارعة للكوات الشرعية في مختلف جبهات اليمن استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة سلمية يوم أمس شرق مدينة رفح كما أصيب عشرات الفلسطينيون بالاختناق وبأعيرة معدنية خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم السلمية المناهضة للاستيطان يأتي ذلك بالتزامن مع حملة دهم للمنازل شنت قوات الاحتلال في محافظتي طولكرم وجنين أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين في الصومال ارتفع عدد القتل جراء هجوم نفذه انتحاريون ومسلحون عند فندق في العاصمة مقديشو إلى تسعة وثلاثين قتيلة وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن سيارتين مفخختين انفجرت بالقرب من فندق الصحافي حيث يقيم سياسيون الصوماليون ثم قام انتحاري بتفجير حزابه الناس في نفس المبنى كما حاول مسلحون دخول الفندق وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن التفجيرات ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عيد وصوله إلى باريس بتصريحات نظيره الفرنسي حول إنشاء جيش أوروبي بوجه قوى مثل روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة معتبرا أن اقتراحه مهين جدا ولدى وصول ترامب إلى باريس للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى طالب الرئيس الأمريكي أوروبا بسداد مساهمتها في حلف شمال الأطلسي الذي تموله الولايات المتحدة إلى حد كبير حسب قوله وكان الرئيس الفرنسي قد دعا إلى إنشاء جيش أوروبي حقيقي للدفاع عن القارة ورأى ماكرون أن على أوروبا أن تحد من اعتمادها على القوة الأمريكية ولا سيما بعد قرار ترامب الانسحاب من اتفاق مع روسيا للحد من الأسلحة النووية وقع في الثمانينات أعرب وزير الخارجية الأمريكي بايك بومبيو عن أمله في أن تساند الصين سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران من خلال تطبيق العقوبات ضدها وقال على هامش اللقاء الذي انعقد بين الصين والولايات المتحدة في واشنطن إن خفض العائدات النفطية لإيران سيكون الهدف الرئيس لمحاربة طهران كما أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الدخول في حرب باردة مع الصين مطالبا بكين بأن تتصرف بمسؤولية وذلك لتحقيق الأمن والازدهار للبلدين حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف من تحول أفغانستان إلى ساحة للتنافس بين الدول وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استعداد بلاده لمشاركة الدول الأخرى للقيام بكل ما يلزب لتسوية الأوضاع في أفغانستان مضيفا أن الحل السياسي وحده قادر على معالجة أي مشكلات في أفغانستان على أن يكون بمشاركة كافة الأطراف المعنية كما أعلن أن مؤتمر موسكو حول أفغانستان يهدف للبحث عن سبل المصالحة الوطنية في البلاد أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ إثر الحرائق الهائلة التي اجتاحت الغابات منذ يوم الخنيس الماضي وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى وتدمير آلاف المنازل والممتلكات أسفرت حرائق الغابات المستعرة في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مقتل تسعة أشخاص وتدمير أكثر من ستة آلاف وسبعمائة منزل وشركة وقالت السلطات إن من بين الضحايا خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعدا التهمت ألسنة النيراني سياراتهم لدى محاولتهم الفرار من باراديس وهي بلدة جبلية إلى الشامل من ساكرامنتو دمرها حريق من بين ثلاثة تستعر في الولاية وأجبر حريق ثاني يستعر إلى جنوب من تلك المنطقة بنحو خمسمائة ميل السلطات على إخلاء مدينة مالبو بأكملها التي يقضنها الكثير من المشاهير كما هدد مدينة ثاوزنس أوكس فيما يتوسع حريق ثالث في مقاطعة فينتورا في جنوب الولاية وشملت أوامر الإخلاء خمسة وسبعين ألف منزل في مقاطعتين لوسانجلس وفنتورا وقال مسؤولون من إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن حريق الغابات المعروف بكامفاير تحرك بحلول صباح الجمعة سريعا باتجاه ضواحي مدينة تشيكو التي تقع على بعد تسعين ميلا إلى الشامل من ساكرامنتو وأجبر الآلاف على الفرار من المدينة بعدما أتى على بلدة باراديس القريبة وزاد حجم الحريق الذي اندلع الخميس لثلاثة أميال ليأتي على سبعين ألف فدان ولم تتمكن فرق مكافحة الحرائق من احتوائه إلا بنسبة خمسة بالمئة فقط وأجبر الحريق الكثير من السكان على ترك سياراتهم للنجاة بأرواحهم على الطريق الحيد الذي عبر البلدة الجبلية وأعلنت حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الحرائق تستعد جنيف لطرح ألماسة شديدة ندرة في مزاد الأسبوع المقبل حيث يتوقع أن تصل قيمتها إلى خمسين مليون دولار هذه الألماسة الوردية شديدة الندرة التي تزن 19 قيراتا تقريبا ستطرح بمزاد في جنيف الأسبوع القادم ومن المتوقع أن تبعى مقابل ما يصل إلى خمسين مليون دولار ووفقا لدار مزادات كريستيس فإن الألماسة المستطيلة الشكل هي أكبر ألماسة وردية تطرح في مزاد على الإطلاق وتعود الألماسة التي أطلق عليها اسمو بينك لاجيسي إلى عائلة أوبنهايمر التي سيطرت لفترة طويلة على شركة دي بيرز والتي احتكرت قطع الألماس على مستوى العالم حتى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي رؤول كاداكيا رئيس قسم المجوهرات العالمية في دار كريستيس تأسست كريستيس عام 1766 قبل 251 عاما على يد جيمس كريستي وخلال هذه الفترة لم نرى أكثر من أربع ألماسات وردية يتجوز وزنها عشرة قراريت وبالتالي هذه ألماسة استثنائية إنها تقريبا ضعف حجم كل ما طرح للبيع في السوق وهي الأفضل لونا وعلى الرغم من ارتفاع سعر المقدر لها ويتروح بين 30 و50 مليون دولار فإن دار كريستيس تتوقع أن تشتذب مشترين خاصة من آسيا ومن بينما يميز هذه الألماس الوردية الزاهية أنها مستطيلة وهو القطع الذي يستخدم عادة مع الألماس الأبيض مما يزيدها تفردا وفي السنوات الأخيرة أصبح الألماس الملون يستقطب اهتماما كبيرا التحطم الأسعار التي تباع بها الأحجار الثمينة باللونين الأزرق والوردي الأرقام القياسية في المزادات ختام النشرة هذا تذكير بالعنوين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهني آل رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده قوة التحالف في اليمن تعلن زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود بشكل مستقل والأرصاد تتوقع استمرار الأمطار الغزيرة على معظم مناطق المملكة والدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة في أماننا اشتركوا في القناة